لكن تعالوا نهد الكباري الوهمية بزوء اللي فات استعرضنا كلام الكابتن هشام نصر كابتن هشام نصر قالك ده الفيفا بيدرس النموذج بتاع الكبري بتاع كهرباء وبعدين امام عشور كبري نموذجي وفضلوا شغلين نفسهم بحدة الاهل عمل كبري لامام عشور وكلام كتير قوي كما لو كان الاهل خلاص تفرغ لانشاء الكباري ومع كل واقع بتظهر الحقيقة محدش بيتكلم امام عشور اتكلم عنه مدير الكرة في نادي الزمالك كابتن عبدواحد السيد لما بيسألوا إبراهيم فاي على انتقال امام عشور للاهلي وهل رحل الزمالك ودخل الزمالك طرف ولا لا اسمعوا مدير الكرة بنفسه قبل ما تتكلموا على الكباري وتلوموا الاهلي حنشوف فيديو عبدالوحد السيد امام عشور كلمني للعودة الى الزمالك قبل توقيعه للاهلي نعم أم لا نعم وإيه اللي حصل كان الموضوع كله في الناحة المادية ماشي اللي بعد امام عشور كلمني للعودة الى الزمالك قبل توقيعه للاهلي نعم أم لا نعم وإيه اللي حصل كان الموضوع كله في الناحة المادية ماشي طيب تعالوا نتوقف فينا لحظة واحدة ندير الكرة بيقول إن إمام عشور رجع وقال له إن رجع مصر حصل قال له آه طب إيه المشكلة قال له إن ناحي المادية إذن عدم القدرة المادية لنادي الزمالك حالة دون استرداد إمام عشور وسداد المبالغ المالية اللي اتدفعت فيه قبل كده هاي التلاتة مليون وحاجة يورو لكن المدش أن يتاجر بهذا الكلام الناس حتبقى مسؤولة أو مرشعة أن تكون مسؤولة وقيادات داخل نادي زمالك في المجالس اللي جاية وكل ما تيجي تتكلم وقولك مش كنت بتشتكوا من أصد مرتضة أو مش موجود احنا مش بنشتكي من أصد مرتضة كشخص احنا بنشتكي من الترير وتفكير بالظبط ينبغي الألعج الإسلوب وتفكير مستمرين ولكن بلهجة ما فيها شتيمة لكن فيها ما هو أخطر من شتيمة إنك بتطعن الأهل في مصدقيته لأنك بتقول الكلام ده بقى إيه بطريقة شيك قوي وبكلام يعني وأنت تتحدث وتملك ناصية الحديث فالناس ممكن تصدقك فالحمد لله بكل مرة يدعو النادي الأهلي يأتي تأتي الحقيقة من داخل نادي زي مالك نفسه يعني لما قيل إن الأهلي والاستفادة من المؤجرات يطلع أيام اللجنة الكابتن حسين لبيب يقول ده إحنا اللي كنا منصقين مع أحمد مجاهد عشان نضغط النادي الأهلي إنه يعني الأهلي يتأجله وبتاعه وإحنا نلعب مطشاطنا عشان نعرفين الأهلي هتضغل طيب يطلع بعد كده واحد يقولك الأهلي الأهلي طول عمره والدولة ومش الدولة برضو طلع مسؤول كبير جدا الفترة اللي فاتت دي أنا عايز أفتكر بس مين هو قال لك إطلاقا إطلاقا محدش قال إطلاقا إن النادي الأهلي إن النادي الزمالك دكتور كمال يعني الدولة لا دولة بتساعدنا والدولة مش متحيزة ضد الزمالك والدولة مش متحيزة للنادي الأهلي ووقفت معنا كتير وقال هذا الكلام النهاردة مدير الكورة طلع اللون بجا مع الراجل رجع من بره قال لنا وإحنا ما معناش هلوس مكناش نقدر نرجع خلاص يعني أنت يعني ما تتماداش بقى بحس المسؤول المحتمل خطرناك تتمادى لأن ده بيقول الكلام ده بيقول إيه وبعدين يقول لك نعودتم عودنا ده بتالي بقى دي يعني مين اللي يتقلوا مين اللغة دي يعني لأ يعني مين اللي نقوله نعودتم عودنا يعني اللي أنت مستمر في الزعم والتجنع النادي الأهلي واللحنة اللي ما بجبش سرتك نتمنى يعني أنا شفت الحقيقة الأستاذ هاني بيرزي وهاني شكري فيه مبارح فيها هم بيقدموا نفسهم وفي أفكارهم لا فيه فيه فرق طبعا بالذات من أستاذ هاني بيرزي راجل صريح جدا بيكلم باحترام شكري ورجل عملي جدا وواقعي وصادق وهو ده اللي بقى ايه اللي تخاف منه قدارية مش الراجل اللي بيفرق على الكلام انت عارف مش هاي قدر يعمل حاجة انما أقول لك لا حنسع حنحاول المشكلة جميلة جدا لكن أنا مش جاي عشان أقول لكم ان أنا حلغي كل مشاكل نادي زمالك المسألة الأول تشوف الكلمة المهمة جدا اللي لازم يبقى ده التارجد ان احنا نحاول نادي زمالك الى عمل مؤسسي قالها كده الراجل كان يستطيع انه يتاجر بكل كلمة كقضايا موضوع الكهرباء موضوع ممعشور موضوع الكباري موضوع الرعاية اللي هو يا جماعة الفترة اللي فاتت مين كان يروح يحط خلاص هي فرصة بإذن الله يجي مجلس كويس متجانس مستقر ينسى الاهلي ويشتغل للزمالك لانه لو فضل حطت انه بس هاستثبت ان الاهلي ده بيتجامل او غلطان مش هتعمل حاجة نفسك هنفضل في نفس الديليم في الحالة دي هتاخد وقت وقال لهم هتاخد وقت ده الأستاذ هاني شكري قال المديونيات 18 مليون دولار مين يقدر مهما جمعت انت بوصل لمليار بالزبط بمعنى كلمة اه يعني انت قال لكم فعون نادي زمالك طبعا بس كلها كلها ايه بقى هتقول لي عدم استقرار ده كلها عدم استخراج ايه نتيجة هذا الامر ان كل هو قاله شوفي يا اخي بجاهي قال لك لان مش معقولة ان ابو طيب عايز يعمل عملية تتكلف وطلب 190 ألف دولار كان ممكن لو خاد 120 أو 130 ألف دولار كان الموضوع ده السوا فيتقال له كلام ما معناه اخبض دماغ في الحت ويتبعت ورق مفوش مصداقية للاتحاد الدولي يؤدي الى ان الزمالك يتحكم عليه بكل هذه المبالغ مين اللي عمل كده هذا من استقرار موضوع شيكبالا موضوع عاتشنبونج موضوع محمد إبراهيم موضوع ما تلومش حد على حاجة انت اللي عمله وكان من الممكن تفاديه ولا لا الله اعلم انت اللي عملتها دي زروفك انا مش عايز اتدخل لكن ما تلومش حد على الكلام ده انا بقول الكلام ده عشان برضو جمهور الزمالك بس ايه يوقف ويفكر عشان يقدر يوقف معنا دي في في الاصلاح لانه لانه لم تخيل ان حد حيج يدفع 18 مليون دولار وبعدين يدي 3-4 مليون دولار تعقدات جديدة وبعدين يفتح القيد وبعدين يحصل القضايا اللي هو واولها كهربا يعني انت وانت بتقول ايه بعتوا كلام مش مضبوط لالاتحادي الدولي ايش معنى بقى في موضوع الكهربا ما قلتش ان ما تيجي نشوف ايه الوراء اللي اتبعت الاتحادي الدولي وفيين الغلطة فيه عمال تقول الاهلي عمل الاهلي عمل الاهلي عملش حاجة خالص في هذا الموضوع اهلي ربما يكون انتظر نتيجة هيحصل ايه ما كانش في دماغنا خالص ان كهربا خرج ليعود انما ده فيه لعطاته أستاذ إبراهيم لو جمحه كهربا والمحامي بتاعه فيه لقطة هو بيعيط وبيجري فوق الدكة وبيعيط وانا مش ممكن اعوه ثانية واحدة انا بتشتم انا بتبادل وزماله بيهدوه اللقطة دي في حد ذاته لقى قيمتها عند الاتحاد الدولي كان بتعمل ايه في الراجل ده ورغم هذا مش شأنينة هو معرفش او عرف دير او المحامي بتاعه شاف ان دي مش مهمة هم حرين لكن ده دليل 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 كان بعيدا عن هذا الامر تماما لانه كان التداول ما كانش عبوة بالشكل ده وما كانش اللي قال لي محتاج يعمل كده خالص ولا كان في زيننا يعني اللي انا عايز اقوله نسابنا بقى من فكرة انه دايما الكبري اه لا فيه فيه دايما فيه اضطهاد دايما فيه حد انا شفت ميده عبد الحميد حسن كان في حديث في المعهد اظن في الازاع كريم خطاب انسان صادق جدا اه واضح جدا يعني انا انا طول عمره يعجبني كراجل بيتكلم يعني اختلف معاه احيانا في الرؤية والتحليل بتاعه او ماذا بليه من من قفز الى نتائج معينة لكن مختلفش على صدقه انه بيبقى هو ده دي قناعته او ده اللي عنده وصله لكده فبيسأله بقول له هو انت قبل ما تيجي لقاله كنت زمالكاوي فقال له الكلمة المهمة جدا اللي وراه حاجات كتير قال له انا مش كنت زمالكاوي انا كنت شايف ان الزمالك يستحق ما معناها التعاطف اكتر من الاهلي لان الاهلي كانوا يصوق للجميع انه مفتري ويحصل على غير حق وانه مش معبر حد وان الدولة بتريحه فانا لما روحت النادي الاهلي وجدت عكس هذا الكلام تماما وحكى اول معادرة حضرها مع مالو جسيه وحكى قصص فقال له يعنيت دلوقتي بقيت اهلاه قال له بقيت احتربي بالاهلي جدا انا خارج زعلان من القناة انا خارج مش موصول وحكى برضو قصة خروجه اللي هو شعر المظلوم لكن ده ما يدينيش الحق ان انا تحامل عن نادي الاهلي انا بقولك انا كنت فاهم الاهلي غلط نتيجة صورة مصوقة لنا وهو ده دورنا بقى اللي بنقوله مش حنسيب الصورة دي تصوق بالطريقة الغلطة الكلام ده اتقال من هاني العجيزي وانحنا في الناشئين بيعلمون ازاي الاهلي ده مفتري ازاي نكره الاهلي فانت مشغول او انك تصوق للكراهية عشان كده انا لما قلت اي واحد ابن ثقافة مكانه هو ده اللي اقصده انت ايه المدخل اللي بتتعلم اللي زعلان منه بعض الناس لا انا انا ما بهينش ايه الزمال الكيان ما يقدرش حد يجي نحيته لا ما كانت ولا تاريخه ولا حجمه لكن بعض الناس بتصرف بطريقة يلازم يترد عليها لما تيجوا تصوق ضد الاهلي وتعلمني ازاي تكره الاهلي اقولك لا في حد عندك بيعمل كده فاللعيب يكره الاهل ده مدربين الناشيين اللي بيطلعوا يبقى صاز برايين هم دول لا صاز برايين اللي ربه ناشي صاز برايين لما يتقال بقى الناس تزعل ثم هو 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 الثقافة اللي تعلمها في الناشيين عنده ايه 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 اقرأ الاهل فلو وصلت من كرايتك الاهلي انك تصبه انك تتجاوز وحقه يبقى الناس وصلت لنتيجة وتبقى سعيدة ده اللي بقوله انت في الاهلي ما بتقبلش هذا الكلام لكن لانك لما يكون عندك بتحسبه بقية ما كانت بسقبتك انت طيب هذا هو الذي اراد البعض لها ان يلوي الحقيقة فيه ولكني اقول انا الاوان ان كل واحد يفكر فيه اللي بيتقال لانه مفيش كمري بتلاتة مليون يورو يعني مش محتاجة اشتركوا في القناة